حراز ماذا يقصد بهذا الاسم؟ حراز تنتسب الى ابو مرثد حراز ابن الغوث ابن سعد بن عوف ابن عدي بن مالك ابن زيد بن سدد بن زرعة ابن سبأ الاصغر ابن كعب ابن سهل ابن زيد بن عمر بن قيس بن معاوية ابن جشم ابن عبد الشمس بن وائل بن الغوث ابن جيدان ابن قطن ابن عريب ابن زهير ابن ايمن ابن الهميسع ابن حمير ابن سبأ حراز هي المستحرزة حصونها بالسماء المتشبثة بارضها اشجار البن حراز يقصد بها اجتماع مديرية مناخة ومديرية صعفان التابعتين لمحافظة صنعة حراز يقصد بها اجتماع سبعة جبال وهم جبل حراز وهوزن وجبل صعفان وجبل مسار وجبل لهاب وجبل مجيح وجبل شبام حراز يقصد بها اجتماع تسعة وخمسين حصنا منها حصن الهجرة حصن الزياح حصن الجبل حصن الحطيب حصن الريامة حصن الشارقة حصن عتارة حصن لكمة القاضي حصن لكمة المعقاب حصن بني مرة حصن مسار حصن كاهل حصن بيت المدعي أو ما يسمى بحصن هجران حصن لكمة الكروف حصن اللكمة السوداء حصن لكمة القوطاري حصن الشبه في عزلة المتوح حصن الجرواح حصن الشرف الأسفل حصن الرباط حصن الأعلى والأسفل قرن الدهور حصن الشبه الياقوت حصن القاهرة صعفان حصن شبام حصن يكهر لهاب حصن القفلة حصن قرن الدهور الأعلى وقرن الدهور الأسفل حصن بني إسماعيل حصن بيت صلاح جبل شقروف حصن العزبي جبل شقروف هذه هي حراز والتي ذكرها المؤرخ الهمداني بأنها حراز المستحرزة أي المنيعة والحصينة وهي فعلا كذلك جبال شاهقة هائلة صحبة المرتقة يعلوها عدد لا يحصى من القمم الناطحة للسحف ويحيط بها مهاوي منيعة ويقدر علوه جبال حراز عن سطح البحر بنحو 2500 متر تشتهر حراز بزراعة أجود أنواع البن اليمني كما أنها تتصل بوادي سردد من الشمال ووادي سهام من الجنوب وفي النقوش اليمنية القديمة كان يعرف مخلاف حراز باسم أرض هوزن ومن أجمل القرى الموجودة في حراز قرية الهاجرة والتي تعد من القرى الشاهقة المبنية على قمة أحد الجبال مناخة وتعد من أهم المزارات السياحية في محافظة صنعاء لتميز طابعها المعماري الفريد ولما يتوفر فيها من خدمات أساسية سياحية وفندقية وأسواق التحف والحرف اليدوية إضافة إلى ما تتميز به من موروث شعبي أصيل كما يعتبر حصن الهاجرة من أبرز معالمها الأثرية تقع في منطقة حراز الجبلية التي تمتاز بالعديد من المواقع السياحية الجذابة وهي على بعد كيلو مترات غربا من مدينة مناخة التي تبعد 115 كيلو مترا من مدينة صنعاء وترتفع 2200 متر عن مستوى سطح البحر والهاجرة قرية سياحية مشهورة يزورها المئات من السياح سنويا حيث يستمتعون برؤية ما أبدعته قدرة الخالق عز وجل وحيثما يممت وجهك تلتقط عيناك لوحات جمالية غاية في الإبداع فهناك وعلى مرمى البصر الضباب يزحف ليعانق القرى المعلقة على صدور الجبال فيخالها الناظر تحفة فنية نادرة وضعت على رف أخضر فأكسبها رونقا وجمالا لا مثيل له فضلا عن حصنها القديم والقرية القابعة خلفه المتموضعة على حفة هضبة شديدة الإنحدار لتشكل تحصينا طبيعيا لها إذ لا يمكن الدخول إليها إلا عبر بوابة واحدة رئيسية وتمتاز منازل قرية الهجرة المبنية بالأحجار المهندمة والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم الدولة الصليحية في العام 480 للهجرة 1087 ميلادية وما زالت محتفظة بطابعها المعماري المتميز إذ تتلاصق بنمط بديع من البنيان زيادة في التحصين فتظهر في غاية الجمال وغاية الروعة كما تطل القرية على مدرجات زراعية واسعة ولأنها منطقة سياحية جذابة فقد أقيمت فيها خدمات سياحية إيوائية وفندقية وأسواق سياحية وغيرها إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك كل جديد عن المناطق التاريخية والأثرية في اليمن شكرا